شوف ربما نكن سباق في هذا الموضوع أول ما نغنى في هذا الجنراسيون كلها على الوطن وعلى المدن هو عبدو ربي وهي من واحد ناحية مزيانة أنه الشباب يهتموا بلادهم وذاك الروح الوطنية اللي واحد الوقت ما كان شادنا عند سخت خاصة عند الشباب ولكن لا يكفي تكون عندك الروح الوطنية إنما تيخسك لك أنت فنان تعرف شنو يا موسيقى دي بلادك شنو ما المقامات دي بلادك يمكنش تكون فنان وما تكونش تعرف شنو يا الآلة والملحون وأحواش والعيطة يمكنش تكون فنان المغربي وما تعرفش هادو وتجيوز قولانا تنغني غيري أنك قلتي كادم الساهر كادم الساهر عنده ديالو عنده جمهورو عنده بلادو حنا عدناء بلادنا وعدناء شيئنا باش ترضي كل شيء ممكن لك تشترضي كل شيء ولكن أيضا هذا باب تفتح المحترف والغير المحترف فتلقى أشياء جميلة وأشياء تافية لا سبقونا بزاف لا سبقونا بزاف هادو كناس محترفين أكثر مننا والمجال عندهم ماشي متسيب على عواني هي كي تقولوا وعندهم مجلس عالى لتقافة ما تدوشي أغنية لما داشتشا على ذاك المعلة جلس عالى للتقافة والدولة تدير يديها في عمحن علالي بغايدين شيء حاجات يديرها وتيخرجها وده بعدنا يوتيوب وفيسبوك ذنك أي حد يمكن لي ولي مشهور ولكن اللي مهم هو الاستمرارية، شحال الدلاغالي تتتنزل وتدير تجاه وتتنجح ولكن تتدير زربعة شهور تتلقى ما تتسمعاش إذن اللي مهم هو استمرارية وتدير واحد العمل يتضمن له الاستمرارية وباش يمكنك تضمن العمل الاستمرارية خسك تكون محترف يعني الموسيقى ماشي غير فن موسيقى مهنة ستمتي خسي يكون عندك هدا كلما تي شحال الناس عدنة بات يبغوا غييت شهره فتيل باسم زيان ولا تيجيب مع دي جولي في تي ديرو اه تي ديرو ان دانس تيو بل كنا جوي فيغله بس سي بيان ولكن ما نسميو هش موسيقى نسميو عرض الزياء نسميو الشو بيز نسميو اكزيبيشن اللي بغينا الموسيقى سيتاماتي إلا ما كانش عندك لماتي دولا ميزيك ممكنكش تكون ميزيسي موسيقى